نعم يعني انعكست هذه العملية فورا تأكد أن منفذي العملية من الضفة الغربية هذه يعني في نظر الأمن الإسرائيلي سابقة خطيرة سيما وأن العمليات الأخيرة كانت مرتبطة بفلسطينيين من الداخل الفلسطيني يحملون الهوية الإسرائيلية الآن المنفذي من مناطق السلطة الفلسطينية وتحديدا من محيط عش الدبابير في مدينة جينين التي ارتبط اسمها خلال الآونة الأخيرة بعدة عمليات إطلاق نار وبعمليات الهدم وكذلك أيضا بعملية حومش كان هناك تضخيم إعلامي كبير من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مدينة جينين وتحديدا عن مخيمها وبلداتها وتحديدا بلدة يعبد سيما وأن أحد الأسرة الستة الفرين من سجن جلبوع هو من هذه البلدة على الأقل شابين بما هو مؤكد شابين فلسطينيين من بلدة يعبد جنوب مدينة جينين هم منفذي العملية ضياء حمارش 27 عاما اعتقل في العام 2013 بتهمة الانتماء لكتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح وكذلك أيضا فتح أبو بكر في هذه الأثناء هناك مسيرات تجوب البلدة باتجاه منازل منفذي العمليات للمباركة بالعملية وتلقي بأصدائها هناك قبل قليل ما يعرف بغرفة كتيبة جنين وهي تابعة لصرايا القدس قالت أن بيان سيصدر بعد قليل حول تفاصيل العملية ولربما ذلك مؤشر لارتباط صرايا القدس بالعمليات الأخيرة في محيط مدينة جنين والتصدي بعمليات إطلاق نار على عدة مناطق دعينا فقط في أعقاب العملية هناك عدة هجمات للمستوطنين في مناطق شمال الضفة الغربية جيش الاحتلال الإسرائيلي أغلق حاجز حوارة باتجاه مدينة نابلس حاجز بيت فوريك باتجاه مدينة نابلس وكذلك أيضا طريق المربعة المؤدية إلى مدينة نابلس هناك هجوم للمستوطنين على مركبات الفلسطينيين في بلدة حوارة إلى الجنوب من مدينة نابلس واعتداءات على منازل الفلسطينيين في بلدة بورين وتصدي من قبل الشبان الفلسطينيين لهذه الاعتداءات بالإضافة إلى تجمهر لعدد من المستوطنين بالقرب من حاجز الزعترة بالتأكيد عملية بهذا التوقيت سيما وأنها ارتبطت بزيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أول أمس في المقاطعة في مدينة رمالة وأمس زيارة العاهل الأردني كانت ناركة جولات سياسية لمحاولة تهدئة الوضع بالتأكيد هذا موقف محرج إلى كافة الأطراف السياسية وتحديدا الميدانية الميدان يشير بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن محيط بلدة يعبد منطقة عسكرية مغلقة وهذا الأمر هو متوقع أن الساعة القادمة على الأقل ستشهد اختحان قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى منازل منفذي العمليات ومصادرة واعتقال كل من يرتبط بصلة بالأشخاص الذين نفذوا العملية ليلة البارحة جيش الاحتلال أعلن بدفع أربع كتائب سواء كانت تلك المتعلقة في مناطق الداخل وكذلك أيضا في يهودة والسامرة تحديدا في مناطق شمال الضفة الغربية خشت من تدهور الأوضاع لكن حدث ما حدث يذكر فقط في معلومة سريعة وعلى عجالة صباح هذا اليوم جيش الاحتلال الإسرائيلي أبلغ الارتباط العسكري الفلسطيني في منطقة قلقيليا بإغلاق الثغرات الموجودة على جدار الفصل العصري وهي التي يدخل منها الفلسطينيون بصورة غير قانونية إلى مناطق 48 لربما سنشهد هذه الليلة تجديدا كبيرا في كافة محاور الجدار الفاصل خاصة وأن المنفذين من جنين كيف دخلوا وكيف وصلوا بالتأكيد هذه ستكون إجراءات ميدانية لجيش الاحتلال متعلقة بهذا الموضوع وساعة ساخنة خلال الدقائق القادمة لربما تشهدها بلدة يعبد جنوب مدينة جينين